تحدث عن الزهد وقال اختلف الناس في الزهد فمنهم من قال الزهد في الحرام لأن الحلال مباح من قبل الله سبحانه وتعالى كما قال الزهد في الحرام واجب وفي الحلال فضيلة ثم قال إن الزاهد لا يفرح بموجود من الدنيا ولا يتأسف على مفقود منها وقال أيضا هو عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف فما لنا في الزهد إلا الكثير من الاكتهاد نحاول ونرتقي ونحاول ثم قد نصل في هذا المقام نحاول سويا الوصول إلى طريق صحيح وطريق جديد إلى الله سبحانه وتعالى من مملكة الدرميش